شائعات على كل حد كل حد شائعات ولحق وفلان لا اللي هيقرب لحمد موسى هيتضرب بالنار هو يكده شوفوا على الهوى بقى اللي هيقرب لبيتي عربيتي هيتضرب بالنار قولا واحدا شفت أول مرة أقولها على الهوى وكنت لازم أقولها طبعا طول الوقت بيروجوا شائعات ويعملوا لا محدش يقدر يقرب خلوا بالكوا بس كلمة بقولها على الهوى عشان تبقى أصل الكل قصة دي مفهاش هزار مش هقولك لا والنبي قرب لي وبعدين لا لا هيقرب وانا ماشي العربيتي أو عندي بيتي هيتضرب بالنار لأنه هو جاي يقتلني فهيقتله الأول بس هدفع عن نفسي وده حق مدوني القانون والشرع أنه دفع عن نفسي حق دفع عن نفسي موضوع ده مش هنتكلم فيه كتير خليه النهاردة اجتماع مجلس الوزراء أو اللجنة الاقتصادية مصدر بها مهم وهقولكو كمان نحن نتكلم في هذا الموضوع نبقى عندنا شفافية فيه شكل واضح ما فيهوش ما حدش هيخب بحاجة البقى اللي طلع عن هذا الاجتماع لعد خمس ساعات دعا المهند الشريف اسمعيل ريس مجلس الوزراء لجنة الوزرية الاقتصادية محافظ البنك المركزي لاجتماع مهم استغلق خمس ساعات للاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية استهل الاجتماع باستعراض نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعض الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء الاعتمادي والاستكمال آية إجراءات مطلوبة وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الإقصاد